وفي السياق قالت صحيفة الستريت جورنال الامريكية في تقرير لها ان القيادية في حركة حماس بغزة يحيى السنوار يجد نفسه في موقع قوة في المفاوضات الحالية وذلك بعد اربعة اشهر من المقاومة المستمرة وبحسب الصحيفة يناقش المشاركون في المفاوضات حول قطاع غزة وقف اطلاق النار لمدة ستة اسابيع ولكن بعد ذلك سيكون من الصعب على اسرائيل استئناف القتال بالقوة نفسها وتقر الصحيفة بوجود عدد من العقبات الخطيرة تجعل التوصل لهذا الاتفاق صعبا ولكنها اشارت الانه في حال تم التغلب عليها يمكن التوصل الاتفاق في غدون اسبوع الى عشرة ايام